وإياك نستعين اللهم إياك نعبد بعونك وحولك وقوتك وتوفيقك وتيسيرك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضب عليهم والضالبين اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك في كتابك الكريم على لسان أحب وأقرب خلقك إليك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله والصالح وقول لكم وقولت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم وقلت له إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي ولهذا مدرنا إليك أكفة دراعة والابتهال إليك لا تجرؤ عليك يا أحمد رحمين يا ربنا ونسألك اللهم بحق هذا القول وبحق من أنزلته عليه أن تحفنا بلطفك وتعمرنا بسوابغ فضلك وكرمك حالا ومآلا أبدا سرمدا وأن تكون لنا وليا وناصرا ومعينا في جميع أحوال الرخاء والشدة وأن تتحفنا بكمال العفية ودوام العفية وعز العفية والاستتار من جميع نواحنا بالعفية إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نسألك العفو والعفية ومصاحبة ألطفك الخفية في جميع تقلباتنا سبحانك اللهم ما أعظمك وبحالنا ما أعلمك وعلى فرجنا ما أقترك أنت ثقتنا ورجاءنا اللهم اجعل حسن ظننا فيك غفران ذنوبنا وستر عيوبنا ومحو زلاتنا وقضاء حوائجنا وشفاء أمراضنا وتأليف قلوبنا وتوحيد كلمتنا وتسفية صفوفنا بمحذ الفدل والجود والكرم ونسألك اللهم أن تعاملنا وموتانا والغفران والرضوان ودخول الجنة غدا بعد عمار طويلة بلا حساب ولا عتاب ولا مناقشة ولا مطالبة برحمتك يا أرحم الرحيم اللهم عدنا من عبادك الذين تقولوا لهم غدا تفضلا وتكروا منك بجاه أحب خلقك إليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه دار كرمتي يا عبادي أدخلوها بسلام أمين ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بي واعفو عنا واغهر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكيفين ربنا لا تزغ قلوبنا نجني في بيتك نجني في زنية كبير ما دين إليك أيدي الضراعة والإبتهال تالبين منك الشفاعة بجاه أحب خلقك إليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لترحمنا وتغفر لنا ذنوبنا وتقضي حوائجنا وتيسر لنا جميع متالبنا الدنيوية والأخروية وتفتح لنا أبواب الأرزاق والخيرات والبركات وتأخذ بأيدينا أخذ العطف والحنان وتلهمنا رشدك وتطيل أعمارنا وتشفي أمراضنا الجسمية والقلبية وتجعلها بعد الشفاء كفارة وتهارة وزيانة وترحم وتعامل موتانا وإيانا وتعاملنا وإياهم بالعف والرضوان ودخول الجنة بلا حساب ولا عقاب وتؤلف بين قلوبنا كما ألفت بين الروح النوران والجسد الظلمان وتحقق لنا إيماننا وتطهير قلوبنا من دانس المعاسي والأأسا وتسوية صفوفنا وتوحد كلمتنا لمحض الفضل والجود والكرم إنك ولي ذلك والقادر علي اللهم إنا نسألك السلامة والنجاة من سوء الخاتمة وسوء المنقلب وكآبة المنظر في المال والأهل والأولاد ومن قسر العمر وموت الفجأة وميتة السوء وسكتة القلب وسيء الأدواء والداء العدالي والأمراض المخوفة الفتاكة ما تبرأ منها وما لا تبرأ ما نعلم منها وما لا نعلم والسوء ظنبك وبعبادك والوساوس والخواطر الشيطانية والشكوك وظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب والآثام والمعاصي المعوقة للعبد عن الوصول إلى مولاه والمرض والموت في السفر والكوارث الجوية والبرية والبحرية اللهم احفظ المسافرين منا والمقيمين بمهد الفضل والجود والكرم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ولا تجعل اللهم هذا اللقاء الأخوير في بيتك الكريم هذا آخر لقاء وآخر جلسة وآخر آهد وآخر بدع بنا لمهد الفضل والجود والكرم إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اتسل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقه اللهم اتسل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نسلي عليه اللهم سلي على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نسلي عليه مفتاح سر العالمين من العدم إلى الوجود الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلاة تغفر لنا بها ذنوبنا وتصر بها عيوبنا وتقضي حوائجنا وحوائج المسلمين وتطيل بها أعمارنا وتفتح لنا بها أبواب الأرزاق والخيرات والبركات وعلى آله حق خدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كما يقوم بمصالحها يوشك أن تغرق أو تنكثر سبحاني أرهم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر